منذ الأمس قامت الدنيا ولم تقعد بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي سبع من موظفين منظمة المطبخ المركزي العالمي من الجنسيات البريطانية والأسترالية والبولندية وفلسطينيين مزدوجي الجنسية أمريكية وكندية بولندا استدعت سفير إسرائيلي مناقشة المسؤولية الأخلاقية والسياسية والمالية فيما توالت الإدانات والمطالبات الدولية للتحقيق في الحادثة كما أعلنت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أن إسرائيل قتلت عمدا موظفي المنظمة فيما اعترف نتنياهو بأن الجيش قتل الموظفين إذ قال إن القوات الإسرائيلية قصفت عن غير قصد أبرياء في قطاع غزة فأنه يحقق بالحادثة من باريس جيرالد راسل المتحدث السادق باسم الحكومة البريطانية أهلا بك جيرالد مانا السادق جيرالد بداية ماذا نتوقع من الحكومة البريطانية إذا مقتل مواطن من مواطنيها بقصف مباشر إسرائيلي نعم ثلاثة مواطنين في الوقت قتلوا في هذا الهجوم ثلاثة بريطانيين يعني العدد الآن مؤكد العدد مؤكد والأسماء منشورة هناك ثلاثة بريطانيين قتلوا فهذا العدد الأكبر من أي جنسية ولكن يعني هناك تصريح نسبيا سارم من رئيس الوزراء البريطاني واستدعاء السفير الإسرائيلي ويقولون أن هذا لم يحدث منذ 12 سنة ولكن في الواقع هذه رمزية وليس هناك ما يمكن أن يفعل زعمة أوروبا أو بريطانيا أزاء إسرائيل في هذا الوضع حكومة ريشي سونك حكومة الحزب المحافظين واتخذت موقفا مؤيدا لإسرائيل وأعتقد أنها ما زالت في الواقع تتعاطف مع إسرائيل ولكن مجبورة في هذا الوضع لاتخاذ موقف نسبيا سارم بالمقارنة مع لغة هذه الحكومة من على مرور ستة أشهر الماضية خلال الأحداث المروعة التي استمرت في غزة في تلك الأوقات ولكن الآن نرى تغييرا مهما ولكن كما قلت رمزيا في اللغة وفي الموقف الدبلوماسي ليس فقط من بريطانيا ولكن أيضا من فرنسا حتى من الرئيس بايد وأعتقد أننا وصلنا إلى نقطة تحول ولكن المشكلة أمام بعض هذه حول الزعمة ما يفعلون لأن يبدو أن نتنياهو الآن بنجميل نتنياهو لا يهتم بالرأي العالمي فليس هناك وسائل كثيرة للدغط على إسرائيل في تلك الحالة لأن وسائل الدغط كلها تعتمد على أن إسرائيل تحترم أو تريد أن تحتم به الرأي العالمي إن لم يحتم به فليست إسرائيل بحاجة إلى بريطانيا أو فرنسا أو طيب أستاذ جرال أستاذ جرال يعني في داما هيك مقارنة وأنت بتعرف المنطقة العربية وبتتحدث اللغة العربية أغلب العرب إذا مش كلهم مؤمنين يعني الضابل ستاندرد المعايير المزدوجة لدى الغرب بيقولوا يعني الآن وأنا بسأل هذا السؤال لو عربي قتل مواطن غربي كان المؤتمرات الصحفية والتنديد والشجب والقيود وتحالف لمحاربة الإرهاب الآن لأنه القاتل جندي من الجيش الإسرائيلي يعني وكأنه أوروبا ما بدأت تزعج إسرائيل مع ذلك نعم هذا في يعني أنت محق في ذلك ويمكن أن ننظر إلى الحرب في اليمن حيث كان هناك انتقادات شديدة لحكومات عربية بسبب أفعالها في اليمن بالمقارنة مع انتقادات نسبيا محدودة وهادئة لإسرائيل حتى لأفعال لم تحدث قبل ولكن هذا الأسباب كثيرة ولا أعتقد أن هذه الحكومات أساسا يعني أعتقد أنها معترفة بعد الشيء بأنها لها معيير مزدوجة وأن طبعا ما يحدث في إسرائيل حدث على خلفية هجوم مروع على مدنيين إسرائيليين أيضا ولكن أن إسرائيل لها مكان معين خاصة في المشهد السياسي الأمريكي وذلك منذ فترة طويلة جدا كما نعرف وأعتقد المهم الآن ليست المزاج في بريطانيا أو فرنسا ولكن في أمريكا يبدو أن هناك تحول هناك في الرأي العام ويمكن أن يؤثر ذلك على أفعال إسرائيل ولكن المهم هل الحكومة الإسرائيلية مهتمة بمواقف العالم حتى يمكن المواقف الأمريكية لا تهتم فيها في هذه الأوقات يبدو من أفعالها ومن تصريح نتنياهو الذي لم يحاول أن يكسب قلوب البريطانيين أو الجنسيات الأخرى لأنه لم يقدم أي اعتذار حتى تعاطف لم يعبر عنها فيبدو أنه الآن في هذه المرحلة هناك رئيس وزراء في إسرائيل لا يستجيب للضغط الدولي طيب هذا مش أول مرة يعني إسرائيل تقتل مواطنين بريطانيين ما بعرف إذا بتتذكر معي في 2 مايو من عام 2003 الصحف البريطاني جيمس ميلر كان يعد فيلم وثائقي والمصادفة أنه الفيلم اسمه Death in Gaza الموت في غزة ومات في غزة وقتل يعني برصاص إسرائيلي وكان يلوح بالرأي البيضاء هو ومن معه بيقولوا للجنود إحنا بريطانيين صحفيين مع ذلك قتل وإسرائيل برأت الجندي بعد كم شهر وقالت أنه مش قتل عمد وهيئة محلفين بريطانيين قالت لا كان القتل عمد برضو ما شفنا يعني أي تحرك بريطاني على قدر هذه المأساة بالنسبة للبريطانيين لا أعتقد في هذه الحالة أنا لست مقتنعا أننا سنرى أي تأثير فعلي على تصرف إسرائيل إلا أن إسرائيل ربما تستجيب لضغط أمريكي لأن الأمريكان لا يريدون مجاعة في غزة وبدون مساعدة من وكالات الغاثة ويعني مؤسسات مثل World Central Kitchen لا أعتقد أن هناك حل عملي أو للمجاعة القادمة في غزة فهذا المخوف يمكن يحرك أمريكا للضغط على إسرائيل ولكن يعني لابد من أن نرى إن كان هناك أي حل على الأرض يعني هل يمكن أن يصلح تصلح إسرائيل صليب الجيش الإسرائيلي هناك ما يقال في الصحفة الإسرائيلية أن قادة الجيش الإسرائيلي في غزة لهم حرية كاملة في تحرك يعني أنهم لا يستطيعون ليسوا مجبرين على تنفيذ الوامر والقوائد التي يعطيها لهم الجنرارات في تلفيذ ففي هذا الحال لا أعرف أين الحل ولكن أتوقع ضغطا أمريكيا شديدا الآن على الأقل لوقف أو لمنع أو لحيلون دون مجاعة في غزة لا أنا أعتقد أن الرئيس بايدن يحتم بهذا الموضوع كثيرا طيب برأيك الشخصي رأي يعني إذا أنت حر إذا ما بدك تعطيبة نفهم القتل كان متعمد خاصة للموظفين تعوني المطبخ المركزي العالمي خاصة أن التأكيدات بتقول أنه أصلا كانوا بنسقوا بنسقين مع الجيش وين مروا وعندهم علامات أنهم منظمة إنسانية ومع ذلك ثلاثة صواريخ أطلقت على الموكب على السيارات شو الرسالة يعني إسرائيل بتتوجهها من خلال هذا القتل المتعمد للمنظمات الإنسانية فأنا لست متحدثا باسم الحكومة البريطانية الآن بعرك مع شانيا قلتك أنت مستقل أريد رأيك فقط يعني رأي شخصي أن هناك احتمالا يعني شخص في القيادة العسكرية يمكن يكون على ردبة أقيد اتقذ هذا القرار دوافع الشخصية ليست معروفة ولكن ربما فعلت ذلك بدون أي عمر رسمي من بنجميل نحتنياهو أو من رئيس أركان الجيش أو أي شخص من هذه الدرجة لأنه يبدو أن هناك يعني الجنود الإسرائيليون لهم حرية واسعة للتحرك والاتخاذ مثل هذه القرارات وأن هذا إلى هذا العمل يرجى يمكن أكثر من هذه الحادثة يمكن أن يكون هناك أحداث أخرى وهجمات أخرى لنفس السبب إن كان هناك مثل هذه الحرية للضباط الإسرائيليين ليست معروفة يعني أسبابهم الوافع التي أدت إلى هذا الوضع يمكن أنهم لا يهتمون بأرواح الناس المدنيين إذا هم يستحدثون هدف مهم يقولون أن هناك كان شخص منتمي لحركة حماس كان أصلاً بالموقف لم يكن فيه في وقت الهجوم فلا أعرف لماذا هذا الضابط يتخذ هذا القرار والمهم أن نرى إذا إسرائيل ستعطي معلومات يعني من هذا الشخص ما نتخذ القرار وهل يكون هناك يعني أي إجراءات تتخذ تد هذا الشخص لأنه يبدو أن هناك يمكن أن يكون حجوم متعمد ولكن الأسباب ليست واضحة شكراً من باريس جرارد راسل المتحدث السابق باسم الحكومة البريطانية